السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله سوف نقوم بإنجاز 18-131 كتاب الدراسية المفيد في الرئيس إذا التمرين قلت لي أكون A-B-C-D مستطيل بحيث A-B-C-D مستطيل بحيث أتمنى أن نرسمه مستطيل أهو أرسم تغيبي D A-B-C-D مستطيل عمًّم%, تبدو مستطيل بحيث ضد بحيث أغمق aka T-D سائل ومستطيل لها وكتابي O كتابة دراسية أ 그 oko كتابة سائله كتابة من سفر قالوا لي لي تكون أ منتصف بسي هنا منتصف بسي ندليني نقطة أ ولي تكون أف منتصف سيدي لدينا أف منتصف سيدي تكون منتصف سيدي قالوا لنا بيين أن زاوية أف أ تسوي 90 درجة بيين أن زاوية أف أ تسوي 90 درجة هذا هو الثمين إذن بغوما أف أ أف أ هذه الزاوية تكون بينها أنها قائمة تسوي 90 درجة بمعنى أنها قائمة تسوي 90 درجة نكمل هذه الثمينة تسوي 90 درجة بمعنى أخر بحالة يقولون لي بيين أن المتلة أف أ قائمة 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 تسوي 90 درجة بمعنى أف أ تسوي 90 درجة بحالة يقولون لي بيين أن المتلة أف أ قائمة قائمة بحالة يقولون بيين أن المتلة قائم الزاوية والزاوية 20 درجة نفكره في فيتاغورس الأكسية في فيتاغورس الأكسية كيف سنجد لقائم؟ هنا سنجد لقائم دلع A-E و C-2 ولقائم دلع A-F و C-2 ولقائم دلع A-F و C-2 ولقائم دلع A-F و C-2 إذن نبدأ لدينا A-E و C-2 يساوي ماذا؟ طبيعة الحل؟ سنجد لقائم المثلات A-B-E قائم الزاوية في B إذن لدينا حسب مبرانات فيتاغورس المباشرة في المثلات A-B-E طبيعا قائم الزاوية في B لأنه مستطيل لأنه مستطيل وهو قائم الزاوية في B تكون عندي الوطر الوطر A-E قائم الزاوية في B الزاوية القائمة هي B ماذا يساوي A-E و C-2؟ يساوي A-B-E و C-2 زايد B-E و C-2 كما قلت لدينا المثلات A-B-E قائم الزاوية في B يعني A-B-C-D مستطيل فجميع الرؤوس دياله تتشكل زاوية قائمة إذن لدينا المثلات A-B-E و تبقنا فيها فيتاروجة المغاشرة أعطيه لي كلمة اللي تلاحظون هنا إذن سنعود رؤوس A بالقيمة رؤوس A-B-E أعطيها A-A-E كما قائم الزاوية زايد B-E B-E قالوا لدي E منتصف B-C بمعنى أن B-E تساوي ما الذي تساوي بE B-E تساوي R-C اللي كتسوي المصف ديال ماذا؟ ديال بيسي. وشنه هي بيسي؟ يعني ان ايه؟ كتسوي اسي كتسوي نصف بيسي اللي هي اعلى اثنان. لان بيسي عطاولي كتسوي الحرف ا. تبقين. وكذلك نشيل بترعب ديسي بيسو نطبق لها مسلمات بمرة. عندي دي اف كتسوي اف سي كتسوي اجدر اثنان على اثنان. لان ديسي لان اف منتصف ديسي. بمعنى ان المسافة دي اف كتسوي المسافة اف سي كتسوي النصف د المسافة ديسي. ومع طاولي ديسي را كتسوي اف بي. لماذا؟ لان المستطيل اف بي سي دي. يعني ان اف دلع اف بي كتسوي الدلع ديسي. ودلع اف دي كتسوي الدلع بي سي. اقعي. اف دلع اف بي كتسوي الدلع ديسي. ودلع. نمشي ونكملون تمرين دي انا. نمشي بي اف. بي اف انك تسوي اف على اثنان. اف على اثنان كل اثنان. اذا اغا نفرق اثنان على اثنان على ان يبجج. او اثنان عامل جدر اثنان اثنان. او اثنان في اربعة اثنان يبجج اثنان اثنان. او اثنان عامل اثنان. او اثنان على اثنان اثنان لاربع. ان عاملها تولي. ما هي اثنان يبج جدر اثنان. او اثنان يبج كارك في اثنان. او او سيثنان اه او او سيثنان كتساويت السرود او سيثنان على اربع هذه نتيجة محسميها واحد نمشيه لغان الوطر او اث لدينا حسب امران في طاغورش البوهشيرا في الموكلات او او سيثنان في الموكلات او اف سي طب تحبق ايضاوية في السيث شويني؟ عندي او او سيثنان كتساوي او سيثنان زائد او سيثنان زائد او سيثنان ساوي او سي ثانب او سي ثانب فحتى التقلق لعمل كل هذا دقي 75. وعندنا أسip أسي 2 تتسوي أعلى إثنان. أسائل إثنان. زائد فزيد. فزيد فزيد سائل إثنان. وماذا تسوي أجرد إثنان على إثنان. لذلك فظهر إثنان. هنا ، كنت ننشغل إثنان في العمل أعلى إثنان. أقوز إثنان على اثنان موس إثنان زيد عوس إثنان جد إثنان آس إثنان؟ آس إثنان. زين إثنان آس إثنان هي ثلاثة آس إثنان. إذا ما منه؟ ما تكون عندي آس إثنان كتسوي ثلاثة آس إثنان على أربع. هذه نتيجة جوش؟ عوتني لدينا حزبا مبران في تاورس المباشرة. عندنا عوتني الدلع في المثلات. طبعاً الحال في المثلات. آس إثنان الزاوية في الدلع. شنو عندي؟ عندي آس إثنان كتسوي آس إثنان زائد آس إثنان. وآس إثنان هي بس إثنان. ود آس إثنان. حالاً بس إثنان كتسوي ماذا كتسوي آس إثنان زائد لأن بس إثنان. إذا نسخل سنفرة آس إثنان. ثم بقية الدئف. الدئف كنتتوسوس الدئف؟ الدئف كتسوي. كما تثقرية الشكلية أيها؟ جذر اثنان على اثنان كل أثنان. فرق الأوسي 2 اليوم كاملين هي أوسي 2 جدا مرباء 2 وس 2 ندرى ما شوفها ستعرفين على إثنان أوسي 2 وهي أوسي 2 زي إثنان أوسي 2 لأنه جدا مرباء 2 وس 2 هي إثنان وتبقى أوسي 2 على أربعة كالوحدة المعقب هي أربعة أوسي 2 زي إثنان أوسي 2 على أربعة كالوحدة المعقب هي إثنان أوسي 2 على أربعة ومنه؟ تلاحظ بأن أوسي 2 كالوحدة المعقب هي إثنان أوسي 2 على أربعة هذه النتيجة التالية وفي الآخر كالوحدة المعقب هي إثنان وثلاثة نجد أنه نحضر معي كان وجده أنه إلا جمعنا إلا جمعنا الواحد الجوج إلا جمعنا الواحد الجوج إلا جمعنا الواحد الجوج وتعطينا ثلاثة نحضر معي هالثلاثة شكرا سعود آوسي 2 على أربعة ثلاثة أوسي 2 على أربعة هي الحظة هي أقوه سيثنان إذاً تتم هي جاء الزي نكمل هنا ونحسي ونكمل ننقسم لابد أن نعود بالمساة إذاً هتكون أقوه سيثنان كيتساوي ماذا؟ أقوه سيثنان زائد آيفو سيثنان ومنهم حسب المران في تابور سيبا العكسية المثلث أقوه قائم الزاوية فاف لماذا ف؟ لأنها هي النقطة المتكررة في المجموع لماذا ف؟ إنه النقطة المتكررة في المجموع أو المنطة الموجودة تعيش في الواتر لا، المنطة الموجودة تعيش في الواتر إن الزاوية القائمة تقابل الواتر أَي يقابل أَيْث تساوي تسعين درجة. قائم الزاوية نرى تسعين درجة. الزاوية القائمة تساوي تسعون درجة. هاكا نكون نقل انجزنا التبريد تسع عشر. سفحة مية واحد وثلاثين ملكية مدرسية مفيدة للرياضيات. زورونا على الموقع. الله جزيكم بيخير على الموقع. زورونا على الموقع. ولا تساوي تسعين غير ملتك. او كيف تستفدو دكتور لينك يمتلك التمارين على حساب كل قسم الحصول على قسم الحصول على حصول رياديات. وكذلك عبر واتساب ملتك بالرياضيات على الرقم. 06-3645 وفعلوا الجرس ينسلون جديد. وحاولوا تفارتاجه وتنصر جميع التمرين كالتغسلوبهم بشي سبدمهم تنميد و تلميدات آخرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته